وصلت ثلاث طائرات إماراتية إلى مطار أضنى التركي محملة بمساعدات إيغاثية في إطار استجابة عاجلة أعلنتها دولة الإمارات للتخفيف من آثار الزلزال الذي تعرضت له سوريا وتركيا وأمر رئيس دولة الإمارات بتقديم 100 مليون دولار لإغاثة المتضررين في البلدين كما أجرى اتصالين هاتفيين بنظيريه السوري والتركي لتقديم التعازي وإبداء الاستعداد لتقديم كل أنواع المساعدات وفي هذا الإطار أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع في دولة الإمارات بدأ عملية واسعة لدعم تركيا وسوريا في مواجهة تداعيات الزلزال